تسلمت السفارة الأمريكية في موسكو قائمة بأسماء دبلوماسيين أعلنت روسيا أنه مشخاص غير مرغوب فيهم وقررت روسيا طرد الدبلوماسيين الأمريكيين وذلك رداً على طرد واشنطن لاثني عشر عضواً في البحثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة وذلك وفك ما أعلنت عنه الخارجية الروسية خلال التصادم بين الشرقي والغربي مؤخراً تردد أو تردد تعبير شخص غير مرغوب فيه نتعرف إلى سياق هذا التعبير تاريخياً كيف تعبر الدول عن غضبها دبلوماسياً؟ باختصار هذا ما يفسر معنى الشخص غير المرغوب فيه فهو أجراء يتخذ لتسجيل موقف سياسي معين وتعبير عن سياق انتجها شخص أو دولة أخرى وبموجبه يصبح الشخص أو الدبلوماسي الأجنبي محظوراً دخوله أو بقاءه في الدولة التي تعتمده هذه الخطوة تعد أيضاً أحد أقوى أشكال الإدانة الدبلوماسية التي يمكن للدولة أن تتخذها وتعتبر الحلقة الأخيرة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات هذا الإجراء ليس عشوائياً وتؤثره قانونياً اتفاقية توفيانا للعلاقات القنصلية التي دخلت حيزة تنفيذ عام 1967 لتحدد الإجراءات والأطر للعلاقات القنصلية بين الدول ذات السيادة عملاً بالمادتين التاسعة والثالثة والعشرين من الاتفاقية يحق لأي دولة أعلن أي سفير على أراضيها شخصاً غير مرغوب فيه من دون الحاجة إلى تبرير قرارها في أعقاب ذلك يستدعى الشخص غير المرغوب فيه مرة أخرى إلى بلده وإذا رفض مغادرة البلاد في غضون فترة زمنية معقولة يحق للبلد المعني عدم الاعتراف بالحضانة القنصلية لهذا المسؤول